أعزبناك ما يجيتي طيب في شخص بيحبوه اتنين لنا مسألت عنا هالشخص حيقدم لكم شي انتو اتنين بتحبوه هلا بتشوفو يلا حزروا أنا مين مرحبا كيفكن ماريتا والوليد والآغا بحبكن كتير كتير مبسوطة بهاي الجمعة الحلوة بدي يقول لها ماريتا انه هي حدا كتير موهوق بتمنى لها التوفيق والنجاح من كل قلبي بحبك كتير 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 وعم تابعك دائما الوليد هلاقتي فيه قديمة جدا دائما من التقى صطفة بحبه كتير كتير وطبعا أكيد فارسنا آسي الحلاني وأكيد العيلة كلها العيلة كلها أنا كتير بحبها إن شاء الله بتضلوا على طول هيك مجموعين والحب مزين حياتكن وبيتكن أنا بحبكن كتير 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 وحق أهديكن شغلي أنا يا أطير بيعني ناصيبي أنا يا أطير بيعني ناصيبي حارت ماني لهاي وماني لحبيبي ما عليك أزين سيد غنية بتذكرها لأنه غنيتها مع فارسنا أبو الوليد بديور مشاهير كونوا بخير تحياتي لصدر الملاعب ولأسرة صدر الملاعب وبوسعت كتار كتار للوليد ولمريتا وشكراً عم حبتكن اللي بلغني إياها لإستانس مصطفى وحبينا نعملكون عن المفاجأة وبغير تاني للهان والعلي الحبيبي أنا بدي مريتا تردي عليها بس بأسلوب طرفه اللي عم تعملينها يا علال لا لا شو ليش لا لا عملي إستغرام للا أنا كتير بحب عفكرنا كتير بيتضحكنا كتير بحب المسلسلات السورية الأديمة يعني يا ريت يرجعوا يعملوا هيك شي وبشارك أنا كمان يعني بحب كتير بحب كتير مهضمين وبحس كل الناس تحبهم يعني وليلو شو عم تحضر هلأ كل يوم فتعوض علي وليلو شو بتحضر عم بحضر عائلة سبعنجوم سبعنجوم أي شخصية بتخصيح عليك عرب جميل وهنا والله جميل وهنا جميل وهنا فطل عندها الخرفي جميل وهنا كلال ليل والنهار مهضومين كتير يعني بيشيلوا الهم عن يعني منروح كوميديا معناته بحب يعني